القناوس بفتح القاف مدينة تهمية عامرة تقع على بعد حوالي 86 كم شمال مدينة الحديدة وهي مدينة في بطن تهمة على خط طريق سيارات بين حرض وحجة يحدها من الشمال مديرية الزهرة ومن الشرق مديرية الطور ومن الجهة الجنوبية والغربية مدينة الضحي وزيدية وهي منطقة زراعية خصبة حيث أنها منشاط لسكان في المديرية يتمثل في الزراعة وتربية المواشي كان سوق القناوس مقصدا لأبناء تهمة خاصة في المناطق القريبة منها وكان يشكل حلقة وصف بين مديريات ما يسمى بشام تهمة وفي الآونة الأخيرة اتجهت الميليشيات الحوثية الكهنوتية إلى المحلات التجارية والأسواق الشعبية وأخذ من التجار مبالغ مالية بما يسمى المجهود الحربي أسعار السلع الغذائية والخضروات والفواكب هذا السوق شهدت ارتفاعا بشكل خيالي ومخيف منذ بداية الأسبوع بنزول المشرفين التابعين لميليشيات الحوثي إلى السوق وفرضهم أتاوات مالية على التجار والباعة لدعم الجماعة الأتاوات الحوثية تسببت في ارتفاع أسعار المواد الغذائية والفواكب في سوق القناوس بنسب عالية جدا تجاوزت في بعض الأحيان الخمسين في المئة فيما تجاوزت أسعار المواشي الضعف ودائما ما يحدث هذا لتؤكد الميليشيات الحوثية أنها آلة هدم لا آلة جلب للحياة للمناطق التي تسيطر عليها ترجمة نانسي قنقر